اشوف واحد ناس مهتمين لهذا السؤال كم يربح اليوتيوبر وهو السؤال شوي اصحب من جذي شلون يربح من شنو يربح وشم يربح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهذا الفيديو راح نجاوب على هذه التساؤلات واذا راح وريكم موقع راح تقدر تحط في اسم اي شخص انت تبه وتشوفه هو كم يربح يعني هذه المعلومات مما تعتبر معلومات سرية الكل يقدر يشوفها الكل يقدر يطلع عليها بالبداية شلون يربح اليوتيوبر اليوتيوبر يربح عن طريق الاعلانات اللي تطلع على الفيديوهات نفسها الاعلان اللي يطلع اللي انت تسوي اللي على طول سكيب سكيب تقعد تنطرها هذي خمس ثواني هذا الاعلان هو اللي يدخل الفلوس حق اليوتيوبر ليش احنا ما نشيله وحنا ندري انه هو يؤدي الناس لانه انت ما راح تدفع لي فلوس العمل اللي انا قاعد سويه هل الفلوس مات اليوتيوب تعتبر كبيرة وتسوأ ان الناس تشتغل على حسب الدولة اللي انت فيها وبالغالب بالوطن العربي لا ما يسوأ مو هذا المصدر الاساسي للفلوس اللي احنا ندخلها من اليوتيوب طبعا بعد ما تشتغل سنين طويلة راح تكتشف انك راح تقدر تحول قناتك هذه الى المدخول المدخول هذا مثابت يعتمد على قوة الفيديوهات يعتمد على اش كثر الناس تقعد داخل الفيديو مهم جدا اش كثر الناس تقعد داخل الفيديو هذا اهم شيء اصلا يطلع لك فلوس لان القرث من اليوتيوب يطالع اش كثر الناس تقعد داخل الفيديو مالك كل ما قعدوا اكثر داخل الفيديو كل ما اقترحوا الفيديو مالك لناس اكثر ولما يقترحون الفيديو لناس اكثر معناته انه راح تديلك مشاهدات اكثر لان اصلا المشتركين بالقناة عبارة عن 10% تقريبا من مشاهدات الفيديو نفسه 90% هم مو مشتركين بالقناة فاذا كنت انت مو مشترك بالقناة لا تنسى تشترك بالقناة تحط له لايك على هذا الفيديو اوكي شكثر نربح من اليوتيوب اول شي لازم نعرف ان المشاهدين كل مشاهدين من دولة معينة لهم قيمة بالالف مشاهدة بالدقيقة يعني شنو خلونا نشوفه هنا على الجهاز هذا برنامج ستيديو الخاص باليوتيوب اذا كنت انت صاحب قناة راح تقدر تدخل على هذا البرنامج تسجل دخولك لازم تكون انت صاحب قناة عشان تقدر تشوف هذا البرنامج وبعدها راح يفتح لك بهذه الطريقة ورح تنزل للأسفل تروح على اناليتيكس وبعدها راح تروح الى ريفينيو تنزل للأسفل وتروح هنا وتشوف اخر شي هنا اللي هو الـ CPM اللي هو كم تربح من مشاهدين دولة معينة على الالف مشاهدة فلو دخلنا هنا راح نشوف قائمة تبدأ من امريكا الالف مشاهدة بالثمانية فاصلة سبعة دولار اذا الف مشاهدة قعدة ودقيقة واحدة في الفيديو مالك الف واحد قعدة ودقيقة من امريكا تحصل ثمانية فاصلة سبعة دولار مثل ما انت شايفين اللستة طويلة يالله يبدأ هنا مثلا الامارات ثلاثة فاصلة تسعة وستين ثلاثة فاصلة تسعة وستين وايد فرق عن الثمانية فاصلة سبعة لذلك اللي يشتغل بامريكا مشاهداته من امريكا راح يحصل على اربع اضعاف تقريبا اربع اضعاف القيمة اللي انا احصلها لما يشوفوني من الكويت ولا السعودية ولا العراق ولا مصر ولا الدول العربية اللي احنا قاعد نشوفها راح تحصل الدول العربية موجودة هنا لكويت حاطينها ثنين فاصلة تسعة وثلاثين هذه الارقام متغيرة موثابتة ممكن تتغير كل يوم حتى فالحسبة وايد معقدة كل مشاهدين من دولة معينة لهم سعر مختلف عن الثانيين هذا السعر يختلف حسب كمية الدعايات اللي الشركات تعلنها على المنطقة هذه يعني اذا بالكويت يو الف شركة يقرروا يسوين دعايات على اليوتيوب انا راح حصل اربع اكثر والكويت راح تصير مشاهداتها اغلى ورح حصل فلوس اكثر لكن بما انهم ما زالوا والشركات يعلنون عن طريق التلفزيون وعن طريق الشارع وعن طريق الجرائد وعن طريق المجلات وعن طريق الوسائل التقليدية العادية بعيد عن اليوتيوب يظل السعر نازل الى ان يقررون انهم يحولون على اليوتيوب ويصير فيه ضغط على اليوتيوب وهني راح يعطوننا مبلغ اكبر هذه الشركات اللي تبتسوي اعلان تدفع فلوس لليوتيوب مثلا تدفع الف دولار عشان تحط اعلان يطلع على الكويت كلها من ال الف دولار راح ينزل الاعلان بقناتي وفي مجموعة من الناس راح يشوفونها فمبلغ بسيط اليوتيوب تعطيني ايام مقابل ان الاعلان انعرض على قناتي انا ويعتمد على اش كثير شافوا الفيديو اهني انا احصل فلوس اكثر لذلك اذا كنت بتدعم احد الاشخاص لازم تقعد بالفيديو ما ليل النهاية حتى لو ما تشوف الفيديو بس خل الفيديو شغال قعد ليل النهاية حط للايك شارك بالقناة اكتب بالتعليق هذه اشياء تخلي القرث من اليوتيوب يفهم ان هذا الفيديو قوي ويطلع حق ناس اكثر حتى لو سويت ديس لايك الديس لايك يعامل الالغرثم مع اليوتيوب نفس اللايك هذا يعتبر التفاعل فذا انت سويت ديس لايك حق احد اليوتيوب راح يشوف انه متفاعل بهذا الفيديو فرح يطلع الفيديو هذا لناس اكثر طيب شون اعرف هذين اليوتيوبر شكثر قعد يربحون انا ما اقدر اعرف وهم تشم مشاهداتهم بالقناة كلها مو باخر فيديو نزلوه بكل القناة كل فيديواتهم خلال شهر شامير بحون في مواقع تسوي هذه الاشياء تعطيك حسبة تقريبية فتقدر تدش وتشوف هذا الموقع على سبيل المثال هنا عندنا موقع اسمه سوشال بلايد راح اكتب لكم الرابط مالا بالاسفل بالوصف كل اللي عليك تسوي انك تدخل فوق بالاعلة هني او بالشريط اللي موجوده هني تكتب اسم القناة اللي انت تب تشوف تشم قاعده تربح على سبيل المثال انا هنا راح حط قناتي دكتور اندرسكور اي هاشيمي طبعا ما يقبل انك تكتب باللغة العربية بهذا المكان لكن بطريقة بسيطة اي قناة انت بتعرف اش كثير قاعدة تربح تنسخ اسم القناة نفس ما ايه وتحطها هني او تيب الرابط مال القناة وتحطها بهذا المكان راح يفتح لك القناة مثل ما انت شايفين راح يعطيك هني كم فيديو وهو رافع كم عدد المشتركين شكتر عدد المشاهدات من اول ما فتح القناة للحين الدولة اللي هو فيها تصنيف القناة شنو تخصصها ومتى فتح هذا الاكاونت تنزل شوية تحت تصنيفه بماينس وما يعطون تصنيف حق القنوات القوية كل ما صار اقوى كل ما اخذ نفس الدرجات مالة الجامعة اذا اخذ اي يعني هذي قناة وايد قوية جبارة تقدر تشوف هني اه التصنيفات اللي هم حاطينها على السوشال بليد يعني يمكن على مستوى العالم ما ادري شنو التصنيف هذا بالضبط بس 259 الف ايضا اه كعدد مشتركين هذا حاطيني تصنيف وكعدد فيوز حاطيني تصنيف وترتيبي على الدولة نفسها شنو ترتيبي وايضا ترتيبي على اه التقنية شنو اه تصنيفي بهذا المكان لما تنزل الاسفل هني راح تلقاه تقريبا بالشهر شم تربح من 101 دولار الى 1600 دولار طبعا هني هو ما يقدر يعطيك الرقم بالضبط لانه هو قاعد يتكلم عن مشاهدات مختلفة بدول مختلفة فانا اللي لاحظته انه تقريبا السعر يكون بالنص او شوية اقل من النص من الثلث الى النص يعني هما حاطيلك هني من 1100 الى 1600 النص مالهم راح نجمع على اثنين مع بعض راح يصير 1700 نقسمهم على اثنين يطلع 900 لا اقل من النص حتى تقريبا ثلث ثلث الرقم بالضبط راح يكون اوه النتيجة اللي اوه قاعد يربحها وهني تقريبا سنويا كم ممكن يربح اهني عدد الفيوز المشاهدات اللي صارت على قناته خلال اخر ثلاثين يوم وبعدين اذا نزلت للاسفر راح تشوف تفاصيل كاملة كل يوم كم عدد المشاهدات اللي قاعد ييبها وكم عدد المشتركين ومتدخل كل رقم فيهم تقريبا يوميا وش كثير قاعد يزيد وش كثير مشاهدات وش كثير يربح باليوم وبالاسبوع وباخر ثلاثين يوم واذا نزلت للاسفر راح تشوف تاريخ للمشاهدات والاشتراكات بهذه الطريقة انت تعرف تقريبا هما كام يربحون ولكن لا تروح للرقم الاكبر هو اقل من النص مثل ما قلت لكم يمكن حتى يوصل الى الربع ربع الالف وسبعميائي تقريبا من الربع الى النص بين الامية وواحد والالف وستمية هذا على قناتي انا للمتوسط الشهري فيعني كل واحد تدخل عليه راح تشوف كم الرقم الصغير وكم الرقم الكبير تجمعهم مع بعض وقسم على ثلاثة تقريبا هذا هو السعر اللي هو قاعد ياخذه شهريا طبعا الربح اليوتيوبر بالغالب ما يكون من هذه الاشياء هذا اشياء تساعدة على تطوير معداته تطوير شغله ولكن هذا مو المبلغ الاساسي اللي يحصلون اليوتيوبر المبلغ الاساسي اللي انت ممكن تحصله اللي هو الدعم الشركات والتعاون مع الشركات الكبيرة والاعلانات اللي انت تسويها خارج اليوتيوب اتمنى اني بهذه الطريقة جاوبتكم على سؤال كم يحصل اليوتيوبر راح تقدر تعرف انت بنفسك كم يحصلك اليوتيوبر اذا كنت بفيديوهات مفيدة بموضوع اليوتيوب اذا كنت مهتم انت باليوتيوب حاب تسوي قناة وتبيت تفاصيل اكثر اكتب لنا بالاسفل بالتعليق لا تنسى تشاركنا بالتعليق رأيك بهذا الفيديو فيديوهات موجودة بحسابنا تقدر تستفيد منها و لا تنسى الاشتراك بالقناة كان معكم سيدي محمد الهاشبي معسا